بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم أعزائي الطلاب في بداية دروس درسنا لهذا الفصل الدراسي الثاني في مادة العلوم للصف الثالث الابتدائي تعليم مستمر الفصل الدراسي الثاني مادة العلوم موضوع الدرس الطاقة صفحة 40 تقديم المعلمة سارة الشلوي سوف نتعلم في هذا الفصل عدة أشياء من المتوقع عند دراستك لهذا الفصل أن تكون قادرا على توضيح مسار التيار من محطة التوليد إلى المنزل توضيح معنى ترشيد الطاقة الكهربائية توضيح أثر العزل للمباني في استهلاك الطاقة الكهربائية تذكر طرق الترشيد في استخدام أجهزة التكييف تذكر أي أنواع المصابيح أقل استهلاكا للطاقة الكهربائية تبين بشكل عملي كيفية تخفيض فاتورة الكهرباء للمنزل إذن الفصل الثالث فصلنا الطاقة وهذه هي الأهداف المتوقعة حتى بإذن الله نحققها في هذا الفصل وهي توضيح مسار التيار من محطة التوليد إلى المنزل توضيح معنى ترشيد الطاقة الكهربائية توضيح أثر العزل للمباني في استهلاك الطاقة الكهربائية ذكر طرق الترشيد في استخدام أجهزة التكييف ذكر أي أنواع المصابيح أقل استهلاكا للطاقة الكهربائية نبين بشكل عملي كيفية تخفيض فاتورة كهرباء المنزل ما الطاقة ثالث عندما أذكر لكم ما الطاقة أحتاج إلى طاقة هذه السيارة تحتاج إلى طاقة هذا الشخص يحتاج إلى طاقة هذا الشيء يحتاج إلى طاقة ما هي الطاقة يتبادر إلى ذهني شيء مرتبط بالطاقة عندما أقول أكثر شيء ينطبق على حياتنا اليومية أحتاج طاقة حتى أنجز هذا العمل أحتاج طاقة في يومي أحتاج طاقة حتى أقوم بكذا وكذا ما الطاقة؟ ممتاز رائعين الطاقة هي القدرة على العمل الطاقة هي القدرة على العمل لذا مصادر الطاقة هي التي تساعد في القيام بشغل أو أي إحداث تغيير في الآلات والمعدات وغيرها إذن الطاقة هي القدرة على العمل أنا أحتاج طاقة حتى أعمل هذه الآلة تحتاج طاقة حتى تعمل السيارة تحتاج إلى طاقة حتى تعمل ويوجد مصادر مصادر الطاقة هي التي تساعد في القيام بالشغل أو تغيير في الآلات والمعدات إذن الطاقة يا ثالث هي القدرة على العمل إذن مصادر الطاقة هي التي تساعد في القيام بالشغل أو إحداث تغيير في الآلات والمعدات وغيرها أقربها لكم أكثر ونربطها بحياتنا اليومية أحتاج إلى طاقة حتى أعمل ما هو الشيء الذي يعطيني الطاقة مصادر الطاقة بالنسبة لي بالنسبة للإنسان ممتاز الغذاء أنا أحتاج إلى طاقة حتى أقوم بالعمل طيب لدي الآلات مثل سيارة تحتاج إلى طاقة حتى تقوم بالعمل تحتاج ممتاز تحتاج إلى وقود حتى تقوم بالعمل بعض الآلات الكهربائية في المنزل تحتاج إلى رائع إلى الكهرباء حتى تعمل ويحدث هناك تغيير إذن الطاقة هي القدرة على العمل ومصادر الطاقة هي التي تساعدنا في القيام بشغل أو إحداث تغيير في الآلات والمعدات ما أشكال الطاقة؟ من الصورة التي أمامي ما أشكال الطاقة؟ لدي عدة أشكال للطاقة منها أولا الطاقة الشمسية طيب نريد أن نصنف هذه الطاقة هل هي متجددة؟ دائمة؟ ممتاز تعتبر طاقة دائمة أيضا لدي الطاقة رائعين الطاقة الصوتية ممتاز ولدي ممتاز الكهربائية بعض أشكال الطاقة هذه تكون متجددة كالشمس أو غير متجددة كأنواع من الطاقة التي تنظب وتنتهي وسوف نتعرف عليها بعد قليل إذن أشكال الطاقة طاقة شمسية طاقة شمسية طاقة الصوتية والطاقة الكهربائية ويوجد هناك عدة أنواع أخرى من الطاقة لدي هنا الطاقة الشمسية أريد منكم تفسير هذه الصورة وتتبع المسار على ماذا تدل الطاقة الشمسية طاقة دائمة ماذا حدث لها ممتاز رائع الطاقة الشمسية تحولت إلى كهرباء ممتاز رائع إذن الطاقة الشمسية هنا يمكن أن تتحول إلى كهرباء لدي هنا طاقة الريح طاقة الحركية في التوربنات الهوائية تتحول أيضا إلى طاقة كهربائية ممتاز رائع أيضا طاقة الحركية في حركة الماء تتحول إلى كهرباء ممتاز إذن نستنتج من ذلك يا ثالث أن الطاقة تتحول من شكل إلى آخر الطاقة تتحول من شكل إلى آخر إذن الطاقة عندي تتحول من شكل إلى آخر ما مصادر الطاقة غير المتجددة من معلوماتنا السابقة يا ثالث هناك مصادر غير متجددة منها ممتاز رائعين الفحم من مصادر الطاقة الغير متجددة ممتاز الغاز الطبيعي من مصادر الطاقة غير المتجددة أيضا النفط من مصادر الطاقة غير المتجددة الفحم يأتي وقت ونستخدمه ثم ينتهي غير متجدد أيضا الغاز الطبيعي يأتي عليه وقت وسوف ينفذ وكذلك النفط سوف ينفذ وينتهي إذن هذه مصادر طاقة بعض مصادر الطاقة غير المتجددة نحن نستخدم هذه الطاقة بإفراط في حياتنا اليومية وجميع أمور حياتنا اليومية مرتكزة عليها إذن يوجد لدينا مشكلة إذا انتهت هذه الطاقة انتهى الفحم انتهى الغاز الطبيعي انتهى النفط ماذا أعمل نابد أن نتصرف هناك أمن للطاقة وأمن الطاقة واستدامتها يعد موضوعا ذا أهمية بالغة إذ أن العالم في حاجة مستمرة إلى الطاقة بأشكالها كافة كما أن وضع سياسات فعالة لأسواق الطاقة توازن بين أمن الطاقة واستدامتها يشكل ذلك تحديا كبيرا لصناع القرار عالميا وعليه فإن سياسات الطاقة موضوع رئيسي في دراسات وأبحاث المراكز الفكرية حول العالم تتمتع المملكة العربية السعودية بموقع جغرافي ومناخي مميز يجعل الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة أمرا مجديا اقتصاديا وداعما لجهودها في مجال تنويع مصادر الطاقة وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على المملكة العربية السعودية يعد البرنامج الوطني للطاقة المتجددة مبادرة استراتيجية تحت مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة ورؤية المملكة عشرين ثلاثين ويستهدف زيادة حصة المملكة في إنتاج الطاقة المتجددة إلى الحد الأمثل وتحقيق التوازن في مزيج مصادر الطاقة المحلية والوفاء بانتزامات المملكة تجاه تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومن خلال البرنامج تعمل وزارة الطاقة على تنويع مزيج الطاقة الوطني المستخدم في إنتاج الكهرباء بزيادة حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة فيه حيث تستهدف المملكة تحقيق المزيج الأمثل للطاقة والأكثر كفاءة والأقل كفاءة في إنتاج والأقل كلفة في إنتاج الكهرباء وكذلك بإزاحة الوقود السائل والتعويض عنه بالغاز الطبيعي إضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة التي سوف تشكل ما يقارب خمسين بالمئة من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول 20-30 حياتنا جميعا مرتكزة على الكهرباء في حياتنا اليومية كما تشمل الطاقة المتجددة أيضا إنشاء صناعة جديدة لتكنولوجيا الطاقة المتجددة ودعم بناء هذا القطاع الواعد من خلال تسخير استثمارات القطاع الخاص وتشجيع الشركات بين القطاعين العام والخاص حيث تعمل الوزارة على التخطيط لتحفيز القطاع الخاص والمهتمين للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وبذلك بإيجاد سوق تنافسي محلي للطاقة المتجددة كما يعكس حصول المملكة على أقل الأسعار في العالم لمشاريع الطاقة المتجددة جاذبية هذا الاستثمار حيث حققت المملكة السعر الأكثر تنافسية على مستوى العالم في توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية وبتكلفة إنتاج تعد رقما قياسيا عالميا جميع حديثنا ما سبق أكثره عن الكهرباء الآن أريد أن أعرف كيف يصل الكهرباء إلى المنزل وذلك بتتبع هذا المسار بعد أن تتولد الكهرباء من محطات التوليد لدي محطة التوليد هذه محطة التوليد الرئيسية يقوم المحول الضخم هذه محولات ضخمة تقوم برفع الجهد الناتج إلى فولتية عالية جدا إذن محطة التوليد هذه محطة التوليد بعد ذلك محطة محولات تتحول إلى يقوم محول هذا المحول الضخم برفع الجهد عندما يرتفع الجهد ينتقل إلى الكابلات المعلقة على الأبراج العالية التيار الكهربائي هنا في هذه الأبراج على الأبراج ينتقل في خطوط لنقل الكهرباء إذن أولا محطة توليد محطة توليد رئيسية ثم محطة محولات بعد ذلك ينتقل الكهرباء عبر الأبراج وعبر لدي خطوط النقل الكهربائي وعلى عدة مراحل يتم خفض يتم خفض فرق الجهد بعد ذلك في محول التوزيع يتم خفض الجهد عندما ينخفض الجهد إلى الحد المناسب عن طريق هذه المحولات محولات التوزيع الموجودة في المحطات الفرعية ومن هذه المحطات هذه محطة لدي محطة توزيع رئيسية ينتقل إلى محول توزيع داخلي داخل الحي ومن هذه المحطات يصل التيار الكهربائي إلى المنازل هذه محول التوزيع داخل الحي ثم يصل إلى المنازل عبر لدي عبر الأسلاك الكهربائية السميكة حتى تتحمل درجة الحرارة والوقاية وللوقاية من التيار الكهربائي يوصل بفيوز تكون مهمته فصل السلك تلقائيا عن مصدر الجهد ثم سحب التيار أكبر من الحد المسموح داخل المنزل يمتد السلك الموجود سلكان لدينا يمتد بحيث يكون أحدهما ذا جهد عالي والآخر ذا جهد منخفض يتصل عادة بالأرض طيب وفي بعض المنازل يستخدم سلكان جهد 110 فولت و 220 فولت إذن كيف يصل الكهرباء إلى منازلنا وذلك في عدة خطوات أولا محطة التوليد محطة توليد رئيسية ثم محطة المحولات التي ترفع الجهد حتى ينتقل الكهرباء عندما يرتفع الجهد ينتقل عبر الأسلاك وعبر الأبراج الكهربائية الخط الهوائي أو تسمى الكابلات بعد ذلك تنتقل إلى محول توزيع حتى يقوم محول التوزيع الرئيسي بخفض الجهد عندما ينخفض الجهد تنتقل إلى محول توزيع داخل الحي وبعد ذلك ينتقل إلى المنزل يجب تخفيض الجهد قبل دخول الكهرباء إلى المنزل وذلك عن طريق محول توزيع الحي الموجود الفارعي إذن نبدأ أولا في لدي محطة التوليد هذه محطة التوليد رئيسية بعد ذلك محطة محولات هذه المحطة ترفع الجهد حتى ينتقل الكهرباء ينتقل الكهرباء في خط هواء وكابلات للأبراج الموجودة وبعد ذلك ينتقل إلى محول التوزيع لخفض الجهد وبعد ذلك محول توزيع داخل الحي إذن محول توزيع رئيسي وبعده محول توزيع داخل الحي يعمل على تخفيض الجهد قبل دخول الكهرباء إلى المنازل لدي هنا ينتقل عبر أسلاك وهذه الأسلاك تكون سميكة حتى تستحمل شدة الكهرباء والحرارة ولدي غالبا يكون 110 خط جهد 110 أو 220 أو 220 جميعها موجودة لدي إذن كيف تصل الطاقة الكهربائية إلى منازلنا يا ثالث بعد أن تتولد الكهرباء من محطات توليد الطاقة الكهربائية يقوم محول ضخم برفع الجهد الناتج إلى فولتية عالية جدا لماذا حتى ينتقل حوالي 380 ألف 380 كيلو فولت ثم تنقل الكابلات المعلقة على الأبراج العالية التيار الكهربائي في خطوط النقل الكهربائي وعلى عدة مراحل يتم خفض فرق الجهد إلى الحد المناسب عن طريق محولات موجودة في المحطات الفرعية أعيد هذه النقطة مرة أخرى هذه البداية بعد أن تتولد الكهرباء لدي مولد رئيسي من محطات توليد الطاقة الكهربائية يقوم محول ضخم برفع الجهد الناتج إلى فولتية عالية حتى ينتقل حوالي 380 ألف 380 كيلو ثم تنقل الكابلات المعلقة على الأبراج العالية التيار الكهربائي في خطوط النقل الكهربائي وعلى عدة مراحل يتم خفض فرق الجهد إلى الحد المناسب عن طريق محولات موجودة في المحطات الفرعية ومن هذه المحطات يصل التيار الكهربائي إلى المنزل بفرق جهد مقداره 220 فولت إذن المحطات هذه تخفض الجهد حتى ينتقل الكهرباء إلى المنازل ويتم تمديد سلكين على الأقل لكل منزل يعطيان فرق الجهد المطلوب وتتحمل هذه الأسلاك السميكة شدات التيار العالية دون أن ترتفع درجة حرارتها وللوقاية من التيار الكهربائي يوصل بمصحر بفيوز إذن لدي هنا عدة مراحل هذه المحطات يصل التيار الكهربائي إلى المنزل بعدما يقل الجهد بمقدار 220 فولت ويتم تمديد سلكين على الأقل لكل منزل يعطيان فرق الجهد المطلوب وتتحمل هذه الأسلاك السميكة شدات التيار العالية دون أن ترتفع درجة حرارتها إذن إذا مثلا ذكرت علي الأسلاك السميكة للتوصيل الكهرباء لماذا سميكة حتى تتحمل شدة التيار عالية ودرجة حرارة عالية لا تتأثر ولا ترتفع درجة الحرارة وللوقاية من التيارات الكهربائية يوصل بمصحر بفيوز إذن للوقاية يوصل بفيوز هذا جهد عظيم لتوليد الكهرباء وتوصيله إلى منازلنا تكون مهمة هذا الفيوز ما هي مهمته فصل السلك تلقائيا عن مصدر الجهد لو تم سحب التيار أكبر من الحد المسموح به من المصدر إذن تكون مهمة هذا الفيوز فصل السلك تلقائيا عن مصدر الجهد لو تم سحب تيار أكبر من الحد المسموح به من المصدر وداخل في المنزل يمتد هذا السلكان بحيث يكون أحدهما ذا جهد عالي والآخر ذا جهد منخفض يتصل عادة بالأرض وفي بعض المنازل يستخدم سلكان جهد لكل منهما 110 فولت وبذلك يعطيان فرق جهد مقداره 220 فولت دائما أعيد من جديد يا ثالث كيف تتولد الكهرباء إلى منازلنا بالرسم يكون أسهل عليكم محطة توليد رئيسية ثم بعد ذلك محطة محولات ليش لماذا ترفع الجهد من أجل النقل وبعد ذلك ينتقل بعدما يرتفع الجهد ينتقل في خط هوائي وكابلات إلى الأبراج الأبراج هذه تنقله إلى محول توزيع كهربائي مهمته خفض الجهد عندما ينخفض الجهد من المحول التوزيع الرئيسي ينتقل إلى محول توزيع داخل الحي منخفض الجهد قبل دخول الكهرباء إلى المنازل وبعد ذلك ينخفض الجهد ويصبح 220 وينتقل إلى المنازل عبر أسلاك سميكة حتى تتحمل التيار وأيضا تتحمل درجة الحرارة المرتفعة يتم وضع فيوز حتى عندما يتلقى جهد عالي تفصل لدي من التيار حتى لا يتضرر المنزل إذن بعد أن تتولد الكهرباء من محطات توليد الطاقة الكهربائية يقوم محول ضخم برفع الجهد الناتج إلى فولتية عالية جدا حوالي 380 ألف كيلو فولت ثم تنتقل الكابلات المعلقة على الأبراج تنقل عفوا تنقل الكابلات المعلقة على الأبراج العالية التيار الكهربائي في خطوط النقل الكهربائي وعلى عدة مراحل يعني عندي عدة مراحل يتم خفض فرق الجهد أول شيء في الرئيسي ثم بعد ذلك في الذي يتبع الحي على عدة مراحل يتم خفض فرق الجهد إلى الحد المناسب عن طريق محولات في المحطات الفرعية ومن هذه المحطات يصل التيار الكهربائي إلى المنزل بفرق جهد مقداره 220 فولت إذن انخفض انخفض لدي حتى جميع هذه المراحل حتى ينخفض الجهد ويصل إلى المنزل بمقدار 220 فولت يتم تمديد سلكين على الأقل لكل منزل يعطيان فرق الجهد المطلوب وهذه الأسلاك الساميكة تتحمل شدة التيار العالية أيضا تتحمل درجة الحرارة لا ترتفع درجة الحرارة أيضا للوقاية من التيار الكهربائي يوصل بمصهر بفيوز تكون مهمته فصل السلك تلقائيا عن مصدر الجهد لو تم سحب تيار أكبر من الحد المسموح به من المصدر وداخل المنزل يمتد هذان السلكان بحيث يكون أحدهما ذا جهد عالي والآخر ذا جهد منخفض يتصل عادة بالأرض وفي بعض المنازل يستخدم سلك جهد لكل منهما 110 فولت وبذلك يعطيان فرق الجهد مقداره 220 فولت تعرفنا في هذه الخطوة السابقة إلى كيف يصل الكهرباء إلى منازلنا بإذن الله في الدرس القادم سوف نتعرف على طرق ترشيد استخدام الكهرباء بما أن حياتنا معتمدة كليا على الكهرباء حياتي اليومية معتمدة كليا على وجود الكهرباء سوف نتعرف بإذن الله في الدرس القادم على طرق ترشيد استخدام الكهرباء إلى هنا نصل إلى نهاية درسنا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته